والله دكتور تفضلت وذكرت ما كنت أسأل عنه حاضرتك ألمحت الآن وأشرت بالوقت كت إلى ضرورة توحيد الصف الداخلي الفلسطيني بين حركة فاتح وبين الفصائل الفلسطينية أو المقاومة عموما لكن في خطابات في بعض وسائل الإعلام العربية منها كمان الدينية ومشكلتها النفاة جانب أيدولجي عند بعض المتابعين اللي بيونشر ويشار هو مش عارف توبع هذا الكلام إيه ومشكلتك إيه علشان قاطر هو بيصفي بعض الحسابات الخاصة بعض الأفكار الدينية وبعض التوجهات ده ممكن يؤثر كل تأثير سلبي على الصف الداخلي يا دكتور خليب أنا أديك مثال بسيط يعني البعض لما لقى مثلا فاتح قاله إن حماس هتحاسب لكن أهم أولوية عندنا الحين هي وقف إطلاق النار فكروا الوقت إن فيه بين الاثنين مصائب ونزلوا يكتبوا كيت واجتماعينا خاطأ لأن حماس أبلها بيومين ما احترامي قالت إحنا مستعدين نبقى تحت منظمة تحرير أو تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وهنا أتمر بقى وامرهم فهذا شيء مشترك بين الطرفين أنت ما تفهمش في إيه والخطابات الإعلامية بين السياسين أنت ما تفهماش والخطابات الإعلامية غير القرارات التحريرية ورسومة الاستخبارات ولذلك هم متحدون وإلا كان الفصائر ردت على منظمة التحرير بكلام سيء إلى آخر هذه الأمور تجينت اللي تعمل بقى الشوشرة وتعمل كده شوف هناك بعض البشر بسبب جهلهم يفسدون ولا يصلحون يدمرون ولا يعمرون يخربون ولا يبنون سواء كان بقصد أو بغير قصد وهؤلاء لو صمتوا لنجوا ونجى غيرهم ولذلك أقول لهؤلاء يعني الصمت لكم أفضل أفضل لكم في دينكم وأفضل لغيركم في دينهم ودنياهم وبعدها عزي أقولهم حاجة حتى بالنسبة للعادة يسخروا من المقاومة وعادة الكلام دا كله طيب أنت قاعد تقول أنت قدمت لهم إيه الديني قدمت لهم إيه أنت الوقت تكلم عن أمريكا أمريكا قدمت لليهود ما لا يتخلل إنسان ولا في حرب عالمية ولا في حرب عالمية من الجسور الجوية والأليات وكلية وعدد القنابل سواء الموجهة أو غير الموجهة يا عم الدكتور محمد شوف أمريكا ماذا فعلت وتفعل وستفعل مع اليهود ولذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عميلات قل إنهود الله هو الهودة لما ربنا نهانا أننا نتخذهم أولياء يا دكتور محمد لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يعني مش القصد أن الكلام كذا لا ليسوا سواء فيه ناس معيشين معنا يا دكتور محمد وشركة وطن وتالحليثي أنا عن حالة الحرب القائمة هذا ما تقصد بل بالعكس يا دكتور محمد دماغهم اختلطت بدماء المصريين في محاربة أمثال هؤلاء 73 أو 73 أو غيره ما بكلمش عن دول أنا بكلم عن القيادات المجرمة خلاصة يا دكتور محمد إحنا ما بنقول بقى أمريكا إدت كذا ألمانيا إعطت لإسرائيل في الأمد ولا زالت فرنسا إنجلترا حتى قواتهم موجودة البحرية والجوية طيب يا دكتور محمد إذا كان أهل الكفر يعني أنت بتعلم أهل الكفر دول فعلوا كذا مع إسرائيل ماذا فعلت أنت مع المقاومة ماذا فعلت مع المسطنين هؤلاء قدموا لليهود ماذا قدمت أنت للمقاومة ماذا قدمت للمقاومة جالسي نظر ويفتي ويأمنا ومشارك ماذا قدمت إلا شارك ولا أرى وصحح لهم العقيدة هو محتاج طبيب نفسي أنا أقول لك أمثال أو لا محتاج طبيب نفسي ماذا قدمت عارشا دكتور محمد نقول لهم يعني ما احترامي سلم منكم اليهود وسلم منكم أعداء الملة ولم يسلم منكم إخوانكم من الركع السجود يا أخي انظروا للنساء هناك التي ألاقي يصرخنا لكن بثبات ما احترامي يصرخنا على الشباب يصرخنا على الأطفال لكن عندهن الثبات بدليل أنهن ولادات يا أخي يعني بص للنساء اللي عدا تتحرق بالقنابل من الراكعات الساجدات بص للأطفال اللي بشاووا معترامي من أبناء الموحدين والموحدات يا أخي بص للشباب الراكع الساجد المقاوم اللي عقدته لم تهتز لحظة رغم ما هو فيه من جحيم من جحيم حقيقي والعالم كله عليه يا أخي يا أخي أنا أمثلها يعني أسأل الله أن يسلم المسلمين منهم ومن شريك نعم دكتور إذن بعض الأمور يتعين علينا أن نفهم أن هناك فارق كبير أو أن هناك منطقة كبيرة بين الخطابات الإعلامية التي تقدم عبر المنصات الإعلامية عبر وسائل الإعلام تمام وبين ما يجري كما نقول داخل الغرف المغلقة إن صح التعبير مصر دكتور محمد نعم مثل أنا أعطيك مثلا قريبا ممكن دولة زي دولة مصر تجد لا موقف معين أنت ما تدريش ما يدريه المسؤولون ابعد عن مصر عشان ما تقولكش ده فيه مجمالة ولا غيره تعال الدولة زي الأردن أنت ما تدريش عندها مخابرات مخابراتها وقفة على معلومات أنت لا تغفى على الإطلاق علىها ضغوط أنت لا تعلمها على الإطلاق ممكن فيه تهديدات أنت لا تعلمها على الإطلاق فيه أشياء أقوى بكثير من طاقتها وتعمل بتقوم بموازنات خلت تقول لحدك إزاي أنا عايز أقول بالنسبة للمقاومة بالذات أحسن الظنة بها أولا لهم تجار لمؤخز أموال بدليل أنهم قدموا أنفسهم وأولادهم وأسرهم وبيوتهم وإحنا شايفينهم أول ناس هم أوقل المعركة ثانيا ده ناس الوقت يبقالها أكثر من شهرين يا عم الدكتور محمد الطعام ربما يكون ما فيش الشراب ربما يكون ما فيش الملابس ما يقدرش يغارها ولا يقدر عينه تشوف النوم ساعة كاملة متى كاملة مع احترامي وإلا يروحه ومن معه يعني الناس دي ورغم ذلك ثبات وتكبير وتوحيل ومحفظ على الصلاة إلى آخر هذه الأمور بالنسبة لأهل الرفايل اللي عادين يكلموا فيهم واللي عادين لمؤخز على منصات التواصل مع احترامي وكايت يعني ما في مقرر بين الاثنين فأحسنوا الظنة بهؤلاء هاتيكلموا عن هؤلاء كايت الناس دي قدمت كل شيء كل شيء لدينها ولأوطانها انت ماذا قدمت نعم نطور نعم نعم